التطورات الأخيرة التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة أثارت ردود فعل كثيرة فمباشرة بعد الهجمات التي استهدفت مدينة القدس والمسجد الأقصى جدد المغرب رفضه القاطع لهذه الانتهاكات التي تمس الحقوق المشروع للشعب الفلسطيني فيما اجتمعت جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية للتنديد بما يحدث في القدس وغزة ومن أوروبا إلى الولايات المتحدة تجددت الدعوات لوقف العنف والتوصل لاتفاق يهدئ الأوضاع المواجهات في غزة والقدس ومتلاها من ردود فعل عربية وإسلامية وحتى عالمية نتابعها مع زميلة نجاة متفسوتة التي تنضم إلينا هنا في الستوديو نجاة أهلا ومرحبا بك أهلا بك نوفر إذن بين دعوات عربية إسلامية وأخرى غربية الكل يدعو إلى التهديئة إلى وقف العنف بما أن الضحايا دائما وأبدا يكونون من المدنيين خاصة الاعتداءات الأخيرة على القدس وحتى على قطاع غزة والقتل والجرحة بالعشرات وللأسف من بينهم نساء وأطفال ومع الأسف أيضا مجلس الأمن لم ينجح في الخروج ببيان مشتركة ما شاهدنا اليوم أهلا بكم مشاهدينا جدد المغرب التحبير عن موقفه الرسمي الذي أحلنه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج في اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية ومفاده أن المملكة المغربية ترفض رفضا قاطعا جميع الانتهاكات التي تمس بالوضع القانوني للمسجد الأقصى وللقدس الشريف وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وتطلعاته لتحقيق الحركة والاستقلال يضع المغرب القضيكة الفلسطينية والقدس الشريف في صدارات انشغالته وفي مرتبة القضيكة الوطنية كما عبر عن ذلك الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة آخرها خلال مكالمة الملك محمد السادس مع الرئيس الفلسطيني محمود حباس قبل شهور ويؤكد المغرب على موقفه الثابت والواضح بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في دحم ومناصرة القضيكة الفلسطينية وتشبثه بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة وبصفته رئيسا للجنة القدس مفت الملك محمد السادس يدافع عن الطابع الإسلامي للقدس الشريف ويبذل قصار الجهد لصيانة حرمة المسجد الأقصى والدفاع عن الهوية التاريخية لهذه المدينة كأرض للتعايش بين الأديان السماوية من جهتها جددت مفوضيتها الاتحاد الافريقي التأكيد على أن عمليات القصف في قطاع غزة والاحتداءات العنيفة في المسجد الأقصى والمفوضية تشكل انتهاكا صارخا أكدت المفوضية أن ذلك يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولية ويزيد من حدة التوتر في المنطقة كما أكدت على استمرار دعم الاتحاد الافريقي الراسخ للشعب الفلسطيني في سعيه المشروع لإقامة دولة مستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفي البيان الختامي الصادر عن الاجتماع طارئ الافتراضي للنجنة المدوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ثمنت اللجنة الدور الذي تقوم به رئاسة لجنة القدس لحماية المقدسات في القدس الشريف والوقوف في وجه ممارسات تهويد المدينة المقدسة وأدان المجتمعون بأشد العبارات الاحتداءات الإسرائيلية المتكررة في حق الشعب الفلسطيني أما مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية فقد أكد على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني والدعم القوي لصموده في مدينة القدس وطالب وزراءها الخارجية العرب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل الوقوف الفوري أو الوقف الفوري لهذا العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقه في حرية العبادة أوروبيا ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية حن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني عن قلقه وأسفه عن الأحداث من الأحداث الراهنة مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يجري اتصالات مع جميع الأطراف الدولية والرباعية الدولية من أجل وقف هذا التصعيد أما مجلس الأمن الدولي فقد عقد اجتماعا طارئا هو الثاني خلال ثلاثة أيام حول التصعيد في الشرق الأوسط لكنه فشل مجددا في تبني بيان المشترك شكرا على طيب المتابعة مشاهدنا الكرام عودة إليك نوفا